هجوم وشيك على مطار كابل في العاصمة الأفغانية وتحذيرات بريطانية وأمريكية وأسترالية لرعاياهم من الابتعاد بأسرع ما يمكن عن المطار معلومات استخباراتية غربية في غاية الدقة وتصل إلى حد كبير من التشابه بشأن خطر كبير يتمثل بحدوث هجوم إرهابي على مطار كابل بعد سيطرة طالبان عليه وعلى البلاد أكدتها وزارة الخارجية الأسترالية ومطالبة لندن رعاياها بمغادرة منطقة المطار إلى مكان آمن وانتظارهم تعليمات جديدة الخارجية الأمريكية قالت إنه يتوجب على الأشخاص الموجودين عند مداخل آبي والشرقي والشمالي المغادرة فورا محذرة من أخطار أمنية كبيرة للغاية وسط ما اعتبره وزير الخارجية أنتوني بلينكين تأكيدات من طالبان بالسماح للأفغان الذين يحملون وثائق قانونية بمغادرة البلاد في رحلات تجارية بعد الانسحاب النهائي للقوات الأمريكية كلما تمكننا من الانتهاء مبكرا كان ذلك أفضل كل يوم من العمليات يجلب خطرا نظافيا على قواتنا لكن الانتهاء بحلول الحادي وثلاثين يعتمد على استمرار طالبان في التعاون والسماح بالوصول إلى المطار لأولئك الذين نقوم بنقلهم إلى الخارج وعدم حدوثي اضطرابات لعملياتنا تأكيدات عزتتها ألمانيا التي بدورها أشارت لما أتى به بلينكين لكن دولا غربية أخرى لم تبدي هذا القدر من الاطمئنان إذ أعلنت كل من فرنسا وبلديكا توقف عمليات الإجلاء لرعاياهما وللمواطنين الأفغان كل الناس نزحوا بعد مجيء الإمارة الإسلامية حتى لو منحون الأمل فالناس لديهم مخاوف والناس لا يستطيعون البقاء فمن المستحيل حتى لو قالوا لنا إننا نضمن السلامة ونقدم لكم الوظائف فالأمر ليس كذلك وفي تطور عسكري لافت بدأت تركيا بسحب قواتها العسكرية من أفغانستان مؤكدة في بيان لوزارة الدفاع أن قواتها المسلحة ستعود إلى أرض الوطن معتزة بنجاحها في إتمام المهام الموكلة إليها بحسب تعبيرها تساؤلات عديدة عن مصادر الاستخبارات الغربية التي استقت منها معلوماتها وهل هناك في الأفق مخططات تحاك لأفغانستان وهل سيكون زرع الفوضى والانفلات الأمني مصيرها الحتمي على غرار بلدان خرجت منها القوات الأمريكية لتبقى الأيام القادمة كفيلة بالإجابة